كابتن ايمان يونس كابتن ايمان يونس حسام عبد المجيد يملك جينات اساطير الليبرو ووحش الدفاع وملك صناعة بداية الهجمات والله كابتن والله كلمة اساطير دي والله يعني في الفترة الاخيرة اتبادلت او يعني والله بجد اتبادلت الكلمة دي بقت منتشرة اكتر ما بنتكلم في كورة يعني معلش يعني حسام معلش اولا يعني بطيق يعني لعب طريق لدعبه بطيق هو طويل ما شاء الله في الكورة العالية وكل حاجة وزال فل بس ككورة ومهارة معيش انت ممكن تتكلم على حد عنده المهارة هو ممكن يكون لعيب كويس بس عنده مشاكل غير طبيعي عنده بطء غير طبيعي تركيز يعني تركيزه قليل جدا الكلام ده يتقال يا جماعة يعني مثلا يتقال على كابتن هاني رمزي يتقال على كابتن واي الجمعة يتقال مثلا على اسماء تاني مثلا في اسماء تاني مش عايز اتكلم عليها يعني بس يتقال على اللعيبة دي ويتقال على كابتن هاني سعيد هاني سعيد من اللعيبة الكويسة اللي كانت بتلعب كورة فمعليش انتوا ليه دايما بتأفواره في التصريحات ما يقول انه هو لعيب كويس بس هو لازم يشتغل على نفسه لانه فعلا اتفرجت عليه ومتابعه من فترة كبيرة جدا بطيء يعني بطيء غير طبيعي يعني بطء في اللعب وفي الكورة حتى المهارة بتاعته مش مش اللي هو يلعبك هجمة يعني مش اللعيب اللي هو يلعبك هجمة يا جماعة ممكن تتكلمه على اللعيبة بس اللعيبة تبقى لعيبة كورة يعني اتكلم كلام ده كلام مسلا على لعيب كورة بيعفي يلعب كورة بيعفي باصي بيعفي يهير ملعب بيعفي حرك يعني كلام ده مسلا ممكن يتقوله على امام عشور لان امام عشور بيمتلك اللي حددك بتقوله داك بيدافع بيهاجم بيوقف على كورة صاحي بيلعب صاح هو ده الكلام ده يتقال بس ما يتقالش مع حد ما احترامي اوه انت ممكن عايز تديله معنويات بس انتوا دايما انا كابتن بتقوله تصريحات بتقعد تنفخ في اللعيب وفي الاخر هو الامكانيات محدودة يعني انا بالنسبة لي الكلام ده والله يتقال على المسلوسي حقه ان يتقال على المسلوسي لانه كان بيكتهت الفترة الاخيرة وشغال كويس وبيلعب كويس وماشي كويس يعني الكلام ده يتقال على لعيب كورة على لعيب عنده المهارة على لعيب عنده الامكانيات فده تصريحة يعني بصراحة كابتن ايمان خسان كم انت كنت لعيب كويس لعيب كورة يعني فالتقليق نظرة من اللعيب الكورة ومن اللي مش لعيب كورة هو مدافع زيه زيه احد زيه زيه اي لعب كان مدافع زي اسماء كتيرة جدا كانت موجودة في الكرة المصرية وفي الاخر كانوا متواجدين مدافعين بس ما احترامي امكاناتهم محدودة فاتمنى يعني مش اي حاجة جماعة كلمة قسطير دي والله اتبهدلت او في الفترة الاخيرة كلمة كلمة قيلة اوي مش اي حد يتقال عليه اسطورة يا جماعة والله انا مش فاهم هيك الكلمة دي نغمة دلوقتي منتشرة فاتمنى ان كانت ايمان يونس اه شجع لعبتك وشجع فرقتك وشجع كل حاجة بس كانت ادي كل لعيب على قد امكانياته متعدش تنفخ في لعيب هو الامكانات بتاعته محدودة مع احترامي يعني حسام من اللعيبة البطيئة جدا ده جيب وقت كان هيمشي من نادي الزمالك لولا الظروف ولولا المواقب بتاعت الكيد كان حسام عبد جيد كان زمانه برا نادي الزمالك